يعطيكم العافية أصدقائي معكم تمارا من سنيك جيمز وإليكم أول انطباعات تجربة فاينل فانتاستي سكستين وراح نكون على موعد مع مغامرة ملحمية مثيرة مع اقتراب صدور لعبة فاينل فانتاستي سكستين في منتصف هذا العام يتشوق مجموعة من اللاعبين لتجربة المغامرة الجديدة في هذه السلسلة التي تعتبر جزءا من هوية بلاي ستيشن انتشرت انطباعات اللعبة من عدة مواقع ويبدو أن نتائجها مبشرة للغاية لا تنسى تضغط زر الاشتراك وتفعل الجرس ليوصل لكل جديد وخلنا نكمل لأول انطباعات عن فاينل فانتاستي سكستين حصلنا على انطباعات تجربة لعبة فاينل فانتاستي سكستين من عدة مواقع مشهورة حظيت بفرصة لخوض جزء بسيط من مغامرات اللعبة المنتظرة حيث قيل عنها أنها أحد عنوين جهاز البلاي ستيشن 5 المنتظرة بكل تأكيد لهذا العام بما أننا على موعد من أجل تجربة اللعبة في وقت قريب سنشارككم في هذا الفيديو أكثر المواقع الغربية العالمية التي حصلت على فرص فريدة لتجربة هذه اللعبة بشكل مبدئي كان هناك رضا خبير للعبة من قبل اللاعبين حيث ذكروا أن فاينل فانتاستي سكستين قد جمعت مجموعة رائعة من المطورين المبدعين لكل منهم سجل حافل في تقديم تجارب ألعاب لا تنسى يقود المشروع المنتج نوكي يوشدا الذي يعتبر على نطاق واسع أحد أكثر الشخصيات المحبوبة في سكوير إينيكس والعقل المدبل وراء هذه اللعبة حيث حولها إلى لقب ناجح بشكل كبير وتمت الإشادة أيضا بالملحن المسؤول عن اللعبة والذي قيل أنه خلق الموسيقى التصويرية المناسبة للجزء السادس عشر من السلسلة فيما يتعلق بأسلوب اللعب والقتال قال اللعبون إن إثارة القتال في الوقت الحقيقي ومعارك الإيكون في بلستية ضخمة وملحمية حيث يتم حماية الدولة من قبل الإيكونز وهي مخلوقات هائلة وقوية هذه الكائنات العظيمة تعيش داخل المسيطرين وهم عبارة عن مضيفين بشريين ينعمون بالقدرة على استدعاء قوة الإيكونز الخاصة بهم سنشهد في اللعبة معارك الرؤساء ومواجهات كبيرة بين فاينل فانتسي، تايتنز، والغارديا، والشيفا، وأفريت، وفينكس، والبغامت والمزيد أيضا وكل معركة فريدة تماما من حيث الإعدادات والحركات وأسلوب اللعب تم ذكر شجرة المهارات وقيل أن أسلوب اللعب كان متوازنا بشكل مقبول كما أن اللعبة لا تحتوي على صعوبات تخيير اللعبين بل هناك خيارات التركيز على القصة أو التركيز على الأكشن في اللعبة ووراء كل منها تجربة عظيمة وأيضا ذكر اللاعبون أن اللعبة تندمج بشكل واضح وكبير مع قدرات جهاز بلاي ستيشن 5 تحديدا سواء على المستوى الرسومي والبصري أو حتى ثبات الإطارات وكانت مجلة Game Information من بين المحظوظين الذين حصلوا على فرصة تجربة اللعبة أيضا في انطباعها الخاص تعمقت المجلة في ذكر تفاصيل أسلوب القتال الخاص باللعبة واصفا إياها باللعبة الأسرع من حيث أسلوب القتال في السلسلة بأكملها وتم ذكر خصائص وميزات بعض الشخصيات القابلة للعب حيث قيل أن كليف يتمتع بقدرات خاصة يمكن استخدامها خلال اللعب ولدى فينيكس جمات نيرون كبيرة في مراحل معينة من اللعبة حيث يقوم أحدهم برفع الأعداء في الهواء بينما يستخدم تايتن من طرقة صخرية كبيرة لإحداث أضرار جسيمة تعد قدرة التايتن ممتعة بشكل خاص في الاستخدام لأنه يمكن تحرير الزر أثناء نافذة معينة يشار إليها بدائرة على الشاشة لضرر إضافي وفي النهاية وجه من قام بتجربة اللعبة رسالة لللاعبين بقوله سيشعر عشاق ديفل ميكراي بأنهم في موطنهم في فاينل فانتسي سكستين وقد وجه أحد مجربي اللعبة لريوكا سوزوكي سؤالا إن قام كليف ودانتي بالقتال من سيفوز؟ فأجاب كليف طبعا مع العلم أن سوزوكي هو من قام بتصميم أسلوب القتال في ديفل ميكراي بالنهاية لعبة فاينل فانتسي سكستين ستكون بكل تأكيد واحدة من أفضل أجزاء السلسلة على الإطلاق بحسب الآراء التي تشاركناها من مجربي اللعبة تبدو اللعبة عنوانا طموحا وواضحا بشكل كبير على المستوى القصصي والسرد الخاص به كذلك أسلوب اللعب والقتال وسلاسة التحكم بين الشخصيات والتنقل بها فضلا عن تنوع أسلوب القتال لكل شخصية أما على المستوى الرسومي اللعبة هي الأفضل حتى الآن من بين أجزاء السلسلة وصدورها على جهاز البليستيشن فايف سيعطيها دفع قوية لتنافس على الفوز بلقب أفضل عنوان لهذا العام والسبب هو تركيز فريق التطوير على جهاز واحد نذكر بأن موعد إطلاق اللعبة سيكون في الثاني والعشرين من شهر يونيو القادم لهذا العام على جهاز بليستيشن فايف وستكون حصرية كما أن اللعبة ستدعم اللغة العربية رسميا عند إطلاقها كترجمة للنصوص والحوارات والقوائم لا تنسونا من دعمكم كانت معكم تمارا وكنتم عم بتتابعوا سنيك جيمز والآن رح أترككم مع باقي الفيديو لتشوفوا طريقة القتال والحماس في اللعبة بأمان الله موسيقى سيد موسيقى موسيقى بريديكتو سيكون على طريق التطوير إذا كانت لا تنسونا لا تنسونا أن تنسونا أن تنسونا تذكر أنها تنسونا وكما لا تنسونا ماذا عنك؟ قبل أو بعد أن أتحرك موسيقى 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 أعلم أنني أتحرك من الأخير موسيقى 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 منحو الناس مامر misschien موسيقى 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 تفيد فولا هو الشباب الذي يجب كل محطة من المنزل وأيضا سوف أشعر لكي لا يزال هل يجب أن أخذها لك؟ لا يوجد شخصاً لا يوجد شخصاً اشتركوا في القناة 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 and stay down اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة